الأزمة اليمنية في فصل جديد من رحلة البحث عن مخرج الطوارئ بعد عامين من الحرب التي لم تبارح مكانها باستثناء تحرير بعض المحافظات الجنوبية موقف تبلور خلال اليومين الماضيين حول العديد من القضايا والملفات طرحه أمين عام التنظيم الناصري عبدالله نعمان كرؤية شاملة لمعظم ملفات الأزمة نعمان انتقد أداء الشرعية والتحالف خلال العامين الماضيين وقال إن الحكومة الشرعية والتحالف لا يمتلكان رؤية لاستعادة الدولة على المستويين السياسي والعسكري وأن على الحكومة إذا ما أرادت أن تواصل عملية التحرير أن تتخلى عن تشكيلتها الفضفاضة وأن تشكل حكومة مصغرة من 12 وزيرا فقط لإدارة الملفات الرئيسية رؤية من شأنها أن تلقي حجرا في بركة العملية السياسية الآسنة وتعد تصورا لدور محتمل جديد للأحزاب السياسية التي يمكن القول إنها دخلت حالة موت سريري وفقدان للذاكرة منذ بداية الحرب يعيد أمين عام أحد الأحزاب اللقاء المشترك الكرة لملعب الأطراف السياسية الفاعلة التي قررت الابتعاد عن ممارسة العمل السياسي لصالح القوى الإقليمية وامتداداتها الداخلية إذ لا إنجاز على الصعيد العسكري منذ عامين ولا تقديم نموذج إيجابي لإدارة الدولة في المناطق المحررة ولا نموذج مشرف في الأداء السياسي للشرعية فقدت الأحزاب فاعليتها كأحد الآثار الجانبية لفقدان وتآكل مؤسسات الفعل المدني في البلاد والتي تعطلت منذ ما يقارب ستة أعوام لم تقم خلالها بإحداث أي تغييرات في قيادتها وأصابت تحالف اللقاء المشترك في مقتل تحتاج الحياة السياسية في اليمن لتحولات جذرية في طريقة الأداء وفي القيادات التقليدية لتتماشى مع التغيرات التي تحصل في البلد والمنطقة والتي تحتاج نمطا مغايرا من التفكير والأداء والعمل بقدر أقل من المخاوث اشتركوا في القناة